أنا حصلت على إقامة مؤقتة إقامة ثانوية من عام 2021. طعننا واستأنفنا ووكلنا محامي كلامر بالحقل و جاءنا نرفض من غير انتروفيو يعني ليش بيجيني رفض من غير انتروفيو؟ هذه ونقطة. النقطة التانية، عمال أقدم على جواز سفر وثيقة سفر إلى سنتين ونصف. أنا ما بحسن أروح على سفارة النظام. אני زالمي. في مشكلة بينو بين النظام. ما بحسن نروح. صلي سنتين ونصف أنا هون يعني بعتبر حالي بإقامة جبرية. يعني ليش أنا ما بحسن أحصل على وثيقة سفر. أليس يعني مو من القانون أنه أنا أحصل على وثيقة سفر طيب أنا صار لي سنتين ونص وراح أكمل ثلاثة سنين وصار معي بيئاينس وعندي عقد عمل وعن أستنى لأعمل لمشة طيب شو المانع أنه أحصل على وثيقة سفر طيب سؤالك واضح تمام سؤالك واضح ليش أنا مفروض علي إقامة جبرية رغم أني أنا أنا اندمجت وعم أشتغل ليش مفروض علي إقامة جبرية ليش ما بتمنحوني وثيقة سفر مثلي مثل بقية اللاجئين الصورة واضحت أستاذة نيفين هترد عليك تفضل تفضل يا سنتين سمعت سؤاله طبعا أول حاجة عايزة أقوله عليها أنه هو جاله رفض مدون مقابلة آه ده بيحصل كتير جدا دي حاجة المحامي مالوش علاقة فيها أبدا سواء هو موكل المنظمة أو موكل محامي خاص أو موكل أي مكتب أيا كان إيه هو أنت أنت بتقدم على الاستئناف بتعمل طعن بتاعك مثلا القاضي وارد جدا يبعط لك رفض بدون مقابلة بدون أي حاجة ده عادي جدا ده شيء طبيعي بيحصل هو ده صح لا مش صح لأن كل واحد من حقه يكون عنده جلسة استماعة عشان كده القانون النمساوي بيدي لك الحق أنه لو حصل أن القاضي رفضك بدون مقابلة تعمل طعن للمحكمة دستورية العليا وهي بتفحص الموضوع وتشوف وعندي حالات كتيرة جدا جالهم رفض بدون محكمة وقدموا طعن للمحكمة دستورية العليا والطعن بتاعهم متقبل لأن هما اترفضوا بدون محكمة بدون جلسة استماع فده شيء طبيعي جدا بيحصل ورد أن حضرتك تعمل طعن بس أكيد رحت عليك المدة دي بنسبة لأول نقطة للنقطة التانية نقطة جواز الصفر أنا لسه ذكرها في بداية الحلقة أني دي مشكلة كبيرة بس خليني أصحح لحضرتك مفهوم خاطئ أنت بتقول أنا قاعد في النمسا تحت الإقامة الجبرية لا أنت مش قاعد تحت الإقامة الجبرية أنت من حقك تسافر وتغادر النمسا وقت ما أنت معايز بس هو ما معهوش جواز الصفر ما يطلع من دولته فين المشكلة من السفارة هو بيقول عنده مشكلة هو مطلوب بس هو ما عندوش لجوء ما عندوش لجوء اللي عنده لجوء في البلد ممنوع يدخل على السفارة غلط ده لسه قايلينه الحماية المؤقتة من حقه يدخل سفارة بلده طبعا مش يحصل له أي مشكلة عادي جدا يعني ده شيء طبيعي الناس ما تخافش من الموضوع ده ادخل السفارة وطلع جواز واستخدمه مش يحصل لك أي مشكلة لا في النمسا ولا من السفارة